من الفقرات اللي احنا يعني نبقى خارسين عليها كل أسبوع تقريبا هي الفقرات الخاصة بالليس اللي بتقدم محتوى ومحتوى مختلف شوية على السوشيال ميديا نهارده معنا حالة هي حالة حلوة قوية بين بانوتا ومموتها بيغنوا على السوشيال ميديا لفتوا نظر الكثير من المتابعين عندهم كمان فيديوهات حققت مشاهدات عالية جدا لأنه يعني فيه تناغم بينهم وفكرة بنت ومموتها لحد ذاتها يعني فكرة مباجئة نشوف يا حبيبي تعالى الحق نشوف اللي جرالي ترارارارارارارارا من بعدك أنا اسمي نغم سليمان عندي 29 سنة درست إعلام جامعة القاهرة قسم إزعى وتلفزيون ببقى أنه أستاذ عوضو مرشحات في معظم وصير القرى العربية اللي كان في الأسعاف اللي هو درسات حرة ماما كانت طالبة هناك وأنا تربيت بقى على الحاجات القديمة وكده بعدين لما كبرت لقيت أن أنا يعني اتخذت شوية خط غربي كده وبتاع مغانيني الإنجلس حبيبي هو الله وإزاك أنا ونغم بقى بنعمل إيه؟ حاولنا نبقى مع بعض في حاجة لأن هي خط غربي شوية وخط حديث وأنا بحب الشرق قوي فقلت لها يا رأيك أنا غني شرقي وبحاولي كده تعملية توزيعات خفيفة عشان يعني نبقى مع بعض كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان لجمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة وياك، وياك، الدنيا حلوة وياك والله إحنا أول فيديو ما زلناه كانت تقريباً من أسبوعين وكانت تردود للأفعال العادية بعدين الفيديو اللي بعده على طول التاني هو اللي عمل ترنت يا حبيبي تعالى الحق نشوف اللي جراري بجد أحسد بحب الناس قوي 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 ووفوق توقعاتي أنا كاتم غرامي وغرامي هلكمي لبجين أم هم جار لبجين أم هم جار والله أنا أتموحي إن أنا عايزة موما تتسمع علشان هي بقى لها كتير جداً نفسها صوتها يتسمع وكده يا مسافرة بكرة وفيتة ذكرى نرها في قربي وحيت عينيكي مشتق إليكي وإنت جمدي أنا أتموحي إن الناس تعرفني يا اللي أجرت الروح وملكش قلبي حن قلبي أنا مجروح من الدموع بيني دربنا هنا يا غم مع بعضك إن شاء الله متقلقين فهمين هم سند متع شبابك ببيننا دبيننا روضا من الجنة نغم في الجو لورنة سماء هطير بكة وغنة